تعالوا بقى ندخل في الموضوع على طول تعالوا نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي في فروعه المختلفة بفرقه المختلفة من خلال زميرتنا العزيزة هانا أبو القاسم هي موجودة دلوقتي في فرع النادي الأهلي بالجزيرة هانا صباح الفل عليك تفضلي سمعينك يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناكم دايما من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة هنقلكوا كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم طبعا النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة مهمة أمام فريق مصر المقصة مباراة تكون ساعة 8 مساء على استاد الأهلي والسلام ونرجع بقى مرة تانية نستقنف بطولة الدوري يعني طبعا بنتمنى لرجال كرة القدم كل التوفيق طبعا أمس كان استقنف الفريق تدريباته استعدادا لمباراة اليوم بشكل عام مستر بيتسو موسماني كان حريس كالعادة أنه يعقد محضرة بالفيديو مع اللاعبين ليحدثهم بقى عن نقاط ضعف وقوة طبعا لفريق مصر للمقصة كمان الميران كان فيه فقرات بدنية وفقرات كمان خططية وفنية وتنفيذ بعض الجمل استعدادا لمباراة اليوم كمان قبل انتهاء الميران أو في الجزء الأخير من الميران قام مستر بيتسو موسماني بعمل تأسيمة بين الفريق يعني يقسم الفريق لثلاث فرق والحقيقة أن التأسيمة شهدت أداء قوي من جميع اللاعبين بعد كده الفريق دخل فيه معسكر مغلق استعدادا لمباراة اليوم إن شاء الله يفوز في مباراة اليوم ويقتنس ثلاث نقاط جداد في بطولة الدوري كمان معنا خبر متعلق بين نشئين 2003 قدر يحقق فوز أمس على فريق غزل المحلة بنتيجة 2-1 ده ضمن الجولة 19 من بطولة الجمهورية الحقيقة أنه نشئين 2003 عملوا مباراة كبيرة جدا يعني كان فتح التسجيل اللاعب رقفة خليل فيه الدقيقة الرابعة بعد كده أحرز الهدف الثاني اللاعب محمد واقل فيه دقيقة 83 لكن فريق غزل المحلة قدر يقلص الفارق ويحرز هدف فيه الوقت بدل الضاقع وبكده يكون رفع نشئين 2003 نقاطه لأربعين نقطة يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق خلونا بقى يا كريم نروح دلوقتي للألعاب الأخرى والحقيقة أنه كل لينك في عشر صبح في الأهلي بنعلن عن إنجاز جديد لفرق الرياضية يعني فريق جنباز نشئين تحت تسع سنين قدر يحقق 22 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية يعني الحقيقة أنه نشئين تحت تسع سنوات عملوا بطولة كبيرة جدا كانوا الحقيقة بيلعبوا بروح النادي الأهلي وزي ما قلت قدروا يحققوا إنجاز جديد ويحرزوا 22 ميدالية ذهبية طبعا ببارك لهم وببارك لجهاز الجنباز بالنادي الأهلي نروح بقى للعبة كرة الطايرة والحقيقة أنه لا جديد يذكر يعني فتيات الذهب فتيات كرة الطايرة قدروا يحققوا فوز ويكتسحوا فريقه اليوب بلس بنتيجة 3-0 الحقيقة أنه هم كانوا مسيطرين على جميع مجريات المباراة يعني قدروا يحسموا الشروط الأول بنتيجة 25-12 الشروط الثاني بنتيجة 25-10 والشروط الثالث والأخير بنتيجة 25-14 وكده يكونوا أضافوا ثلاث نقاط جداد ليهم يعني الحقيقة أنهم حتى الآن محققين فوز في جميع المباريات متصدرين طبعا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة المباراة القادمة لفتيات الذهب هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق أصحاب الجياد كمان رجال كرة الطايرة النهاردة عندهم مباراة أمام فريق طلاق الجيش المباراة تكون الساعة 5 مساء هنا بمقار النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد بصالة الأمير عبدالله الفيصل يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق كمان الحقيقة أن الرجال كرة الطايرة محققين العلامة الكاملة حتى الآن فازوا في جميع المباريات وعملين أداء كبير جدا إن شاء الله كمان قريبا نكون بنحتفل في عشر السبح في الأهلي بتتويج رجال كرة الطايرة ببطولة الدوري خلونا بقى نروح للعبة كرة اليد رجال كرة اليد أيضا بيوصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة المباراة القادمة هتكون أمام فريق طلاق الجيش يوم الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري يعني يا كريم خليني أقولك أنه المنافسة جديدة جدا في كرة اليد بالتحديد رجال كرة اليد بطولة الدوري الفرق متقاربة مستواهة لكن إن شاء الله رجال كرة اليد كالعادة هيكونوا على قدر المسئولية ويقدروا يحسنوا البطولة لصالحهم أخيرا نروح للعبة كرة السلة رجال كرة السلة الحقيقة الفترة دي فترة تركيز كبيرة جدا يعني طبعا زي ما احنا عارفين أنه في فترة توقف لبطولة الدوري السوبر فعشان كده الفريق بيستغل الفرصة دي بيحاولوا يعملوا فترة إعداد قوية جدا عشان إن شاء الله لما يرجعوا يستقنفوا بطولة دوري السوبر الشهر قادم شهر مارس يكونوا استعدوا أفضل استعدادوا يليقوا باسم النادي الأهلي ويحققوا نتائج إيجابية يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق كمان يا كريم خلينا نقل لك الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة الأعضاء بدأوا بالفعل التوافد على النادي درجة الحرارة دلوقتي عشرين يعني يمكن فيه تحسن نسبي في حالة الجو لكن في الحقيقة ازدحام بسيط في السيولة المرورية ده طبعا بسبب عودة الدراسة مرة أخرى لكن بقول كل الأعضاء تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة معاك طبعا يا كريم لو عندك أي استفسار والآن العودة ليك مرة أخرى في الستوديو لو الله هنا ما فيش أي استفسارات فيه شكر جزيل بس ليكي على مجهودك الجميل وعلى تغطيتك المتميزة دائما